الاستعدادات الرسمية لمواجهة أحوال الطقس والعواصف الثلجية والمخاوف الشعبية ومبرراتها موضوع الجزء الثاني من حوارنا هذه الليلة أرحب بضيفينا معنا من عمال المدير التنفيذي لموقع طقس العرب محمد الشاكر ومعنا من بيروت رئيس تحرير مجلة علم وعالم مجدي سعد أذكركم أن بإمكانكم أيضا أن نشارك معنا في الحوار من خلال طرح الأسئلة والاستفسارات على موقعنا تويتر وفيسبوك مرحبا بضيفي أستاذ محمد سأبدأ معك أولا مساء الخير مواقع التواصل الاجتماعي تعج بالتعليقات والمخاوف من الكثير من المواطنين خاصة في المناطق التي من المفترض أن تمر عليها هذه العاصفة التي سميت العاصفة هدى المتوقع أن تضرب ربما منتصف هذا الأسبوع بداية أعطينا فكرة عن حجم هذه العاصفة والمناطق التي ربما تتأثر بها الأخبار تقول أكبر عاصفة تشهدها منطقة بلاد الشام منذ ستين عاما هل هذا كلام صحيح؟ أول شيء بالبداية طبعا مساء الخير مساء الخير إلىك ولجميع الإخوة المشاهدين الحقيقة طبعا هي عموم مناطق بلاد الشام يتوقع أن تتأثر بهذه العاصفة عاصفة هدى اعتبارا من ساعات يوم نهار يوم الثلاثاء الآن الحديث ربما عن ما يسمى بأنها أقوى عاصفة هو حديث سلاح ذو حدين ربما هي العاصفة فعلا ستكون قوية من ناحية أنها مصحوبة بدرجات حرارة متدنية وغير مسبوقة لفترة طويلة من الزمن وأيضا في نفس الوقت هي طبعا ناتجة عن اندفاع ما يسمى كتلة هوائية قطبية اندفعت مباشرة من القطب الشمالي إلى المنطقة ولكن على الجانب الآخر هناك مخاوف من كميات الثروج التي قد تتساقط فبرود التقس الشديدة المتوقعة مع عطلة تهاية الأسبوع القادم في عموم مناطق بلاد الشام لا تعكس أيضا مدى كميات الثروج التي قد تتساقط ولا يعني ذلك أن كميات الثروج التي قد تتساقط قد تكون كبيرة ولكن على جميع الظروف من المتوقعة اعتبارا من يوم الثلاثان تهب رياح شديدة تصل سرعتها إلى أكثر من مئة كيلومتر في الساعة على السواحل المصرية واللبنانية والفلسطينية ومن ثم تبدأ الثروج بالتساقط بشكل كثيف على الجبال طبعا ومن ثم تمتد لاحقا يوم الأربعاء والخميس لتشمل العواصم العربية في بلاد الشام وهي طبعا القدس وعمان وأيضا العاصمة السورية دمشق وربما حتى أيضا تتساقط الثروج على ارتفاعات متدنية وغير معتادة أن تستقبل الثروج خلال عطلة نهاية الأسبوع يعقب ذلك انخفاض حاد وشديد على درجات الحرارة وتصل درجات الحرارة في بعض المناطق إلى حوالي خمس درجات مئوية تحت الصفر ومن مخاوف أيضا هناك أن تتجدد الحالة الجوية من جديد وتتساقط الثروج من جديد مساء يوم الجمعة ونهار يوم السابق وبالتالي تكون عموم مناطق بلاد الشام تحت أجواء قطبية سايبيرية غير معتادة اعتبارا من يوم الأربعاء وحتى أن هذه الكتلة القطبية تمتد لاحقا لتشمل أجزاء واسعة من شمال الجزيرة العربية وتشمل أجزاء من شمال المملكة العربية السعودية الإعراق والكويت ولكن طبعا على شكل درجات حارة متدنية وأجواء قارسة البرودة طيب سأنتقل إلى الأستاذ مجدي سعد في بيروت مساء الخير أستاذ مجدي من المعلومات المتوفرة منخفة جوي قوي قادم من القطب الشمالي وحتى البعض يقول القطب الشمالي كله زاحف على المنطقة برأيك هل هناك تفسير علمي لهذا الأمر هل هناك شيء غير طبيعي يحدث جعل من الممكن مثل هذه العاصفة القوية يعني تزور المنطقة في الأيام القادمة يعني هذه الجبهة القطبية عانت منها الولايات المتحدة السنة الماضية وعلماء المناخ لا يستطيعون حتى اليوم أن يتوقعوا بشكل دقيق ماذا سيحدث في مناخ الكرة الأرضية يعني يستطيعون أن يطلقوا التوقعات لكن التجربة علمتنا أن السيميوليشنز برامج المحاكات المناخية يعني نسبة النجاح فيها قد تساوي نسبة الإخفاق فما سنعانيه ليس جديد علينا هنا في لبنان الجديد ربما كما ذكر الضيف من الأردن هو الانخفاض الكبير في الحرارة هذا قد يشكل مشكلة أما إذا نظرنا إلى تاريخ العواصف في لبنان يعني هذا ليس شيء جديد طبعا يجب أن يكون هناك احتياطيات يعني تقوم بها القوى الأمنية ودفاع المدني وفرق الإسعاف لكن على المستوى الفردي اللبناني متعود يعني إذا جاز التعبير على هذه الظروف القاسية طيب سنتحدث بعد قليل عن الاستعدادات يعني الكل يتحدث عن الجاهزية والاستعدادات ولكن قبل ذلك أود أن أعرف إذا كان هناك أسباب علمية لمثل هذه المسألة أستاذ محمد هل هناك شيء غير طبيعي يحدث في هذه المنظومة المناخية جعلت من الممكن أن تأتينا مثل هذه العاصفة القوية الحقيقة عندما نتحدث عن أسباب علمية هي تندرج ضمن الأمور الطبيعية وضمن ما يسمى بالأنظمة الجوية الطبيعية التي تسيطر على مناطق نصف الكرة الشمالي بما فيها طبعا مناطق بلاد الشام ولكن مثل هذه العواصف تتكرر كثيرا من ناحية البرودة حيث أن ربما كل خمسة إلى ستة عوام تندفع مثل هذه الكتلة الهوائية القطبية إلى المنطقة وتكون دو درجات حرارة متدنية وكما تعلم أو يعلم الإخوة المشاهدين بأن الكتل القطبية قد تتباين في قوتها وشدة برودتها العاصفة القادمة وتحمل معها من منظومة جوية باردة جدا تعتبر نوعا ما غير معتدة منذ أكثر من حوالي خمسة إلى سبع سنوات رغم ما تأثرت به بلاد الشام وعانت للأسف العام الماضي بالعاصفة المسمى بأليكسا والتي عملت على شل الحياة بشكل تام في مناطق واسعة من بلاد الشام ولكن كأسباب علمية هو تمركز مرتفع جوي ضخم إلى الجنوب الغربي من القارة الأوروبية تحديدا إسبانيا ودول مثل المغرب وأجزاء من الجزائر عمل على توقف ما يسمى بالرياح الغربية القادمة من المحيط الأطلسي ودورانها باتجاه القطب ومن ثم بعد دخولها القطب الشمالي اندفعت مباشرة إلى شرق البحر الأبيض المتوسط من توقع حقيقة في نفس الوقت أن تستمر هذه المنظومة الجوية متواجدة طيلة شهر يناير كانون ثاني وحتى شهر شباط وبالتالي نتوقع استمرار المزيد من الاندفاعات القطبية إلى المنطقة والمزيد من الأمطار والثروج التي قد تنهي سنوات الجفاف التي عانت منها مناطق بلاد الشام خلال السنوات الماضية بالرغم مما تأثرت به مثلا أليكسا العام الماضي كانت فقط عاصفة وحيدة في فصل الشتاء إنما كان فصل الشتاء جاف جدا هذا العام نتوقع عواصف متلاحقة منها مطرية ومنها ثلجية كنتيجة لسيطرة هذا المرتفع الجوية ولكن كل ذلك يندرج ضمن ما هو طبيعي وضمن ما هو معتاد مما يسمى بالدورات المناخية والتي تضرب العالم كل فترة وأخرى وقد تنتقل من منطقة إلى أخرى وبالتالي هذا الأمر يعتبر طبيعي نسبيا حتى الآن ولكن درجات الحرارة ننتكلم عن ناقص عشر درجات مئوية متوقعة بداية الأسبوع القادم في مناطق صحراوية ومرتفعات جبلية عالية بعد انتهاء الكتلة القطبية تعتبر نوعا ما قياسية ويجب التحذير منها أيضا هناك أمر آخر بأن الثلوج بعد تساقطها قد تعمل درجات الحرارة المتدنية على منع ذوبانها وبالتالي ذلك يشكل تحديا واضحا للجهات المختصة بضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد للتعامل مع هذا الأمر الجوي وبالتالي هو عدم سهولة فتح الطرق كنتيجة لبرودة الأجواء وانخفاض درجات الحرارة بشكل كبير طبعا كما تفضل الأستاذ مجدي قبل قليل دول مثل لبنان على سبيل المثال وربما دول أخرى في بلاد الشام متعودة على مثل هذه الظواهر كل فترة ولكن دول مثل السعودية الآن أرى بعض الصور التي يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي تشير إلى ثلوج في منطقة تابوك في السعودية في مناطق ربما قريبة من المدينة يعني هذه المناطق أستاذ مجدي ربما غير متعودة تقليديا تاريخيا على مثل هذه الظروف الجوية ما رأيك يعني طبعا كما هو شمال السعودية غير متعود على الطقس البارد نحن هنا في لبنان واجهنا تبدل في المناخ يعني فترات الجفاف والحرارة العالية في فصل الشتاء ما نراه اليوم في ظل تبدل المناخ أو تبدل أنماط المناخ المتعارف عليها بسبب ما يقول بعض العلماء قد لا يكون السبب كله بسبب تغير المناخ أو الاحتباس الحراري لكن لا شك هناك سبب يعني هناك علاقة بين الاحتباس الحراري وتبدل أنماط المناخ سنشهد بشكل دائم يعني سيذهب المناخ إلى مظاهر قصوى يعني سنشهد جفاف أكثر في الدول التي كانت تشهد أمطار يعني مثلا إحدى دراسات جامعة واشنطن توقعت أن يمتد الحزام الحراري من خط الاستواء إلى جنوب أوروبا يعني لبنان سيصبح كما مصر شمال أفريقيا جنوب أوروبا دول أقرب إلى المناخ الجاف أكثر من مكانها الأمر بالماضي أما شمال أوروبا ستصبح يعني سيزيد المطر فيها وقد زاد في السنوات القليلة الماضية في السعودية نشهد الآن هذه الموجات الباردة ما نحن بحاجة له في العالم العربي هو تعاون عدة دول مع بعضها البعض يعني إقامة مركز أو عدة مراكز أبحاث علمية تعمل بالتنسيق مع مراكز الأبحاث العلمية العالمية يعني لا يجوز نحن في الشرق الأوسط أن نعتمد على دراسة قام بها عالم من أصل صيني في الولايات المتحدة الأمريكية كي نعرف ماذا يحدث في مناخ بلادنا نحتاج إلى دراسات علمية على فترة طويلة من الزمن ولا أعتقد أنه يوجد نقص في الكادر البشري ولا يوجد نقص في الأموال أو في الأقمار الاصطناعية التي ممكن أن نشتري وقت عليها يجب أن نبدأ بتعاطي مع هذا الموضوع بشكل علمي جدي أيضا موضوع الزلازل الذي لا ندري إلى أين نحن ذاهبون بهذا الموضوع إذا أصبح لدينا مراكز علمية تستطيع التعاون مع المراكز العلمية العالمية ربما الجهوزية تصبح أفضل والأضرار قد نعالجها قبل أن تحدث فيما يتعلق بالجهوزية والاستعدادات أستاذ محمد دائما نسمع من المسؤولين في الدول المختلفة وليس فقط في دولة معينة بأن نحن على جاهزية عالية وكل الاستعدادات تم اتخاذها وبعدين أول نصف ساعة من الشتاء بتسكر البلد وتغلق الطرقات ويتضرر المواطنون وينحبس كلهم في منزله هل بالفعل دولنا مستعدة لمواجهة مثل هذه الظواهر التي لم تعد ظواهر نادرة هذه الظواهر تحدث كل سنتين ثلاثة أو أربع سنوات صحيح حقيقة الجواب على هذا السؤال جاب من نصفين النصف الأول وهو السبب الأول بأنه ربما أحيانا عدم الجهوزية لا تكون فقط كمسؤولية الجهات المختصة إنما تكون هي نقص في المعلومة الجوية وبالتالي أحيانا لا تتوفر المعلومة الجوية بشكل كافي أو لا تسمع بالشكل الذي يجب أن تسمع به وبالتالي يصبح لديك هناك نقص في الجهوزية ولكن هذا الأمر بدأ يتلاشى في الدول العربية مؤخرا كنتيجة طبعا للاهتمام بالأحوال الجوية ومدى تأثيرها على حياة المواطن الأمر الآخر ربما نستطيع أن نقول بأن هناك دورات مناخية بدأت تدخل بها دول العالم العربي وهناك دراسة تقول بأن عمر الإنسان الزمني ثمانين عام لا يستطيع أن يرى جميع الدورات المناخية يرى دورة مناخية واحدة أو فقط أو دورتين بالأكثر وبالتالي قد ندخل نحن بدورة مناخية جديدة تكون جديدة على هذه البلد وتأخذ تقريبا حوالي خمسة إلى سبع سنوات لتساعد الحكومات على التفاهم ما يحدث والاستعداد بجدية أكثر لدينا أمثل واضح على أرض الواقع نتأمل أن تكون ما حدث في السنوات الماضية هو ربما اعتبار لما سيحدث في الأيام القادمة من جهوزيات واستعدادات ولكن بالفعل هناك ما زال إخفاق لدى بعض الدول كنتيجة إما لعدم الاهتمام بأهمية المعلومات الجوية أو ربما كما ذكرت لك هو أنماط جوية جديدة غير معتادة وبالتالي الاستعدادات غير متلائمة ما معقد يحدث حاليا أيضا في ضمن علم المناخ والأحوال الجوية يدخل العامل البشري في الاستعدادات بمعنى آخر زيادة عدد السكان نفسه يؤدي إلى ظهور نتيجة أخرى للحالة الجوية مثلا إذا تساقطت الثروج في عام 1900 أو بالتسعينات على سبيل المثال ستكون النتيجة مختلفة عن تساقطها بأعوام مثل الألفين كنتيجة إزياد عدد السيارات الطرق وعدد السكان كمية وحركة الخروج من المنازل إلى داخلها وبالتالي تختلف وتدخل فيها عوامل عديدة نحتاج في الدول العربية وأكد على كلام الأستاذ مجدي تضافر الجهود جميعا في مراكز متخصصة تدعم ماديا ومعنويا وأيضا تدعم علميا من أجل الاستعداد لمثل هكذا أمور وربما لن أصرح كم هو خسارة وعدد الأشخاص التي نفقدهم سنويا بسبب الأحوال الجوية ليست فقط في بلاد الشام إن عموم في الوطن العربي كاملا يتجاوز عدد ضخم لن أقول هذا العدد كون هذا العدد يعتبر نوعا ما كبير جدا إضافة إلى أن الخسائر المادية ترتفع إلى مستويات قياسية في الوطن العربي بشكل طبعا غير لا يقارن مع ما يحدث في الدول العالم الخارجي طيب في عندي موضوعين أريد أن أثيرهم قبل أن ينتهي هذا النقاش أولا مسألة تسمية هذه العواصف أستاذ مجدي يعني الآن سمعنا أن هذه العاصفة اسمها العاصفة هدى من الذي قرر أن يطلق عليها هذا الاسم هل هناك آلية متبعة في المنظومة العربية لا أعلم متبعة للجامعة العربية مثلا لديها معايير موحدة لمثل هذه الأمور كيف تتم هذه المسألة يعني هناك تنافس كالعادة نحن العرب هنا في لبنان العاصفة الماضية مركزان مناخيان كل مركز أطلق اسم مختلف على العاصفة لا يوجد آلية مركزية ربما مركز المناخ التابع يعني التابع للدولة اللبنانية مباشرة يقول أنه هو له الحق هنا في لبنان لإطلاق الأسماء أما في العالم العربي لا يوجد مركز موحد أساسا يعني يالايت كما قال الزميل في الأردن يالايت نصل إلى مرحلة نبدأ بالتعاطي مع هذه الموضوع بجدية خصوصا يعني الموضوع ليس مرتبط فقط بكوارث وخسائر بشرية الموضوع مرتبط بالأمن الغذائي أنت تتحدث عن نمو سكاني يقابله حاجة يعني يعني عنينا من الأمن الغذائي في العام 2010 عندما مثلا قررت روسيا أن توقف تصدير القمح قررت تايلند أن توقف تصدير الأرز نحن في العالم العربي لدينا مشكلة الأمن الغذائي والأمن الغذائي مرتبط حكما بماذا؟ بالمناخ يعني أحد أهم الأمور التي تتحكم بموضوع الأمن الغذائي هو المناخ عندما نتحدث عن أمن الغذائي إذن نتحدث عن أمن قومي نتحدث عن قلاق نتحدث عن مشاكل قد تنشأ بمأنك طرحت مسألة بالأمن الغذائي أستاذ مجدداني أسألك عن الأمن المائي يعني هذه العواصف التي تجتاح المنطقة بين فترة وأخرى تجلب معها الكثير من الأمطار الكثير من الثلوج هل نستفيد من هذه الأمطار والثلوج بالشكل المناسب لماذا يكون هناك مشكلة ماء في الصيف الذي يلي عاصفة قوية كالعاصفة المتوقعة بعد كم يوم شكرا جدا على هذا السؤال سأعود إليك أستاذ محمد أستاذ مجدي تفضل سأعود إليك أستاذ محمد بعد قليل ترد على نفسي السؤال نعم الجواب لا لا نستفيد كما درجة العادة والأخطر من ذلك لسنا مستعدين لفترات الجفاف التي قد تأتي وسنواجه مشكلة كبيرة في لبنان أهمها انعدام يعني توفر الماء للزراعة في سهل البقاع في سهول الجنوب في السهول في الشمال سيكون لدينا مشاكل كبيرة في القطاع الزراعي إذا لم نبدأ منذ الآن بوضع يعني مش وضع الخطط فقط المباشرة فورا بتنفيذ هذه الخطط ربما هذا العام المطر أنقذنا لا أدري ماذا سيحدث في السنوات القليلة المقبلة خصوصا وأن الدراسة الوحيدة العالمية المعتبرة التي قدمتها جامعة سياتل أو جامعة واشنطن في الولايات المتحدة الأمريكية تنبئنا بأن المستقبل هو مستقبل جاف على الأقل في الحوض الشرقي للبحر لأبي المتوسط أستاذ محمد ما رأيك مسألة الاستفادة من هذه الكميات الكبيرة من المخزون المائي هل تتم الاستفادة منها بالشكل المناسب العالم دائما عندما تمطر الدنيا في بلداننا يحمدون الله ويشكروه على هذه النعم ولكن في نهاية المطاف الاستفادة محدودة جدا لماذا؟ يعود الجواب مرة أخرى لنفس النقطة وهو تغيير الأماط الجوية المناخية والدورات بنيت السدود قبل عشرات السنين على أماط جوية معينة اختلفت الآن أصبحت الأماط الجوية مختلفة بطريقة أخرى وبالتالي الجواب الأساسي لا لا يتم الاستفادة بالشكل المناسب لأن أماكن السدود في الدول العربية بنيت قبل عشرات سنوات ولم يكن هناك إعادة تقييم لما يحدث حاليا في الوطن العربي أيضا أود فقط التدخل في موضوع تسمية العواصف ربما كانت هذه جزء من هناك لجنة مناخية لتسمية الحالات المناخية في مملكة العربية السعودية مشهورة جدا تحت رئاسة الدكتور عبدالله المسند على سبيل المثال بدأت تسمي الحالات المناخية في السعودية لسهولة الأرشيف أيضا لمحاربة ظاهرة انتشار الأسامي الأجنبية الآن نحن في بلاد الشام سنقوم بالتعاون مع هذه اللجنة وانتشارها في بلاد الشام سيكون موحد من أجل فقط الخروج بمنظومة عربية خاصة بالتقص في المنطقة وللوصول إلى مركز متقدم في هذا المجال فتسمية العواصف تأتي أحيانا بهدف محاربة ربما تسمية هذه العواصف بأسماء أجنبية وبالمقابل أيضا لسهولة الأرشيف نعم ولكن هناك حاجة إلى الاتفاق على هذه المعايير حتى تكون الأمور ثابتة لا يمكن أن تبدأ العصفة من لبنان اسمها ألكسا وتصل الأردن اسمها هدى أو شيء آخر صحيح هذا ما يحدث حاليا في لجنة تسمية الحالات المناخية أيضا هناك على الأقل في الأردن دعم إعلامي من قنوات محلية ومواقع إخبارية أردنية مشهورة كعمون وقناة رؤية وغيرها لتوحيد هذه الجهود وتسمية هذه العواصف بأسماء قد تكون ربما نقول عنها بأنها أسماء عربية وموحدة مع الدول الخليج العربي نتمنى دائما أن نرى العالم العربي موحدا حتى ولو في الأحوال الجوية وأن نرى مراكزنا متقدمة في هذا المجال كما ذكرت سابقا التقس يؤثر على الأمن الغذائي يؤثر على الحياة يؤثر على الاقتصاد على سبيل المثال عاصفة مثل هدى وغيرها من العواصف تزيد الطلب على المحروقات بشكل كبير جدا هذا ينعكس على الاقتصاد الوطني لدولة صغيرة على سبيل المثال وبالتالي التقس يدخل في جميع مراحل الحياة من أمن غذائي إلى أمن مائي إلى أمطار إلى زاد الطلب على المحروقات والنفط وغيرها من الأمور وبالتالي نتمنى في المستقبل القريب باعتماد مراكز كبيرة وأبحاث تتعاون مع الدول الخارجية على الأقل أسعار المحروقات من المفترض نظريا هذا العام أن تكون في مستوى أقل بكثير مما كانت عليه عندما تعرضت المنطقة لعواصف سابقة أستاذ مجدي في الدقيقة ونصف المتبقية لماذا اختيار أسماء السيدات أسماء الإناث لإطلاقه على العواصف ليس فقط في منطقتنا ولكن في الغرب بشكل عام ربما لتلطيف آثار العاصفة يعني الاختيار لإسم الأنثوي في الوقت المتحدة الأمريكية عادة ينطلقون بالتسمية بشكل الأي بي سي حسب الأحرف الأبجدية تسلسل الحروف حسب الأحرف الأبجدية نعم دعني أقول حسنا يفعل العرب إذا اتفقوا على اسم عاصفة لكن ليس هذا هو المهم المهم أن يبدأ يعني كما تفضلت حضرتك الليلة بتناول موضوع من زاوية علمية أن يبدأ الإعلام العربي والسياسي العربي والاقتصادي العربي والتربوي التعليمي العربي بإيلاء العلوم الأهمية اللازمة من دون علوم لا يوجد لا تحكم بعواصف ولا يوجد أمن غزائي ولا يوجد اقتصاد ولا يوجد أي شيء نحن أمام مشكلة بالعقلية العربية يعني لسنوات طويلة ونحن نأتي إلى الإعلام العربي ونرفع الصوت العلوم ثم العلوم ثم العلوم أتمنى أن يساهم المناخ أو العواصف بإيقاظ من يجب أن يستيقف طيب في خمس ثواني أستاذ محمد هل هناك ما يقلق هذه المرة بشكل غير معتاد خمس ثواني معنا نعم البرود الشديدة التي تلي العاصفة الثلجية المتوقعة والتي ستعمل على حدوث العديد من الانزلقات أو ربما تراكمات الثلوج هذه هي الخمس ثواني شكرا لك أستاذ محمد الشاكر المدير التنفيذي لموقع طقص العرب كان معنا مباشرة من عمان وشكرا لطيفنا من بيروت الأستاذ مجدي سعد رئيس تحرير مجلة علم وعالم